موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الحادي عشر عني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الرياضيات درسنا اليوم أعزائي الطلبة عن هندسة الفضاء لنبدأ هناك مسميات أولية يجب علينا أن نعرفها قبل أن ندخل في هندسة الفضاء مثل النقطة كذلك المستقيم والمستوى ما هو المستوى عزيزي الطالب؟ المستوى هو عبارة عن سطح يبتد إلى ما لا نهاية في جميع الاتجاهات كما هو ظاهرا لدي الآن بالشريحة اللي موجودة أمامك لكن عزيزي الطالب تذكر أن المستوى ليس بالضرورة أن يكون بهذا الشكل قد يكون بشكل دائري قد يكون بشكل مثلث وهكذا يجب علينا عزيزي الطالب أن نعرف أن هناك علاقة ما بين نقطة بنقطة في الفضاء هناك نقطتان مختلفتان كما هو ظاهرا لدي عند يمين الشاشة اللي هو النقطة A والنقطة B وهناك نقطتان منطبقتان وهي كما هو ظاهر على يمين الشاشة أيضا النقطة A وB وهما في الحقيقة نقطتان منطبقتان أيضا يجب علينا أن نعرف هناك علاقة أيضا ما بين نقطة بمستقيم انتبه معي عزيزي الطالب عندما نتكلم عن النقطة فإننا نستخدم الرمز ينتمي لذلك نقول أن النقطة تنتمي إلى المستقيم انظر على يمين الشاشة نلاحظ أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم لذلك تقرأ A تنتمي إلى المستقيم في حيث انظر معي إلى يسار الشاشة عزيزي الطالب نلاحظ أن النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم لذلك نقول أن A لا تنتمي إلى المستقيم إذن أكرر انتبه معي النقطة دائما يستخدم لها ينتمي أو لا ينتمي هناك بعض المسلمات في الفضاء ما المقصود بالمسلمة عزيزي الطالب المسلمة هي عبارة عن عبارة أولية رياضية نسلم بصحتها نقبلها دون برهان أي لا نحتاج لبرهان لهذه المسلمة لنأخذ بعض من المسلمات مثلا المسلمة الأولى أي نقطتين مختلفتين في الفضاء يمر بهما مستقيم وحيد وعندما نقول مستقيم وحيد أي مستقيم واحد فقط المسلمة الثانية عزيزي الطالب أن كل مستقيم في الفضاء يحوي على الأقل نقطتين مختلفتين إذن هناك مسلمات وكما سبق وأن ذكرت أن المسلمات هي نقبلها دون أي برهان لنكمل عزيزي الطالب أيضا هناك مسلمة وتقول هذه المسلمة أنه في كل مستوى يوجد على الأقل ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة انظر معي إلى الشكل هذا المستوى ضال وهناك ثلاثة نقاط التي هي النقطة A وB وC وهي ليست على استقامة واحدة إذن كما هو ظاهرا لديك A وB وC ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة وأيضا هناك مسلمة تقول أن أي ثلاث نقاط مختلفة وليست على استقامة واحدة يحويها مستوى واحد كما هو ظاهرا لديك إذن نلاحظ أن المسلمتان كما لو أنهما أحدهما عكس الأخرى الأولى أن في كل مستوى يوجد على الأقل ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة في حين أن الثانية أن أي ثلاث نقاط طبعا نلاحظ مختلفة ركز على كلمة مختلفة وليست على استقامة واحدة يحويها مستوى واحد لننتقل إلى حالات تعيين المستوى في الفضاء انظر معي عزيزي الطالب إلى الشاشة أي ثلاث نقاط مختلفة ليست على استقامة واحدة تعين مستويا واحدا فقط انظر معي إلى المستوى طبعا الواضح على الشاشة هو المستوى باي الذي ملون هو باللون الوردي ألاحظ أن هناك ثلاثة نقاط A و B و C وليسوا على استقامة واحدة لذلك فهم يعينون مستوى واحد وأيضا نستطيع أن نقول أن أي مستقيم ونقطة خارج عنه يعينان مستويا وحيدا فقط أي إذا وجدت انتبه معي عزيزي الطالب إذا وجدت نقطة ومستقيم وهذه النقطة لا تقع على هذا المستقيم إذن سيتكون أو سيعين لدينا مستوى وحيدا فقط إذن قبل أن لا أنتقل من هذه الشريحة كيف يمكننا أن نعين مستوى في الفضاء أولا إذا كان لدي ثلاثة نقاط ليست على استقامة واحدة وثانيا إذا كان لدي نقطة ومستقيم لا يقع عليه أيضا عزيزي الطالب في حالة إذا ما كان لدي مستقيمان متقاطعان أيضا يعينان مستوى واحد كما هو ظاهرا لدي بالشكل طبعا الأعلى طبعا اللي هو الملون باللون الوردي لاحظ معي مستقيمان متقاطعان وأيضا أي مستقيمان متوازيان مختلفان يعينان مستويا واحدا فقط كما هو ظاهرا لدي إذن انتبه معي لتعيين مستوى في الفضاء يجب علينا أن نعلم أن الحالات هي إما أن تكون مستقيمين متقاطعان أو مستقيمين متوازيان أو نقطة ومستقيم وهذه النقطة لا تقع على هذا المستقيم أو ثلاثة نقاط ليست على استقامة واحدة لنكمل عزيزي الطالب يحوي الفضاء على الأقل أربع نقاط مختلفة غير مستوية وكما سبق وأن ذكرنا بما أننا نقول أنها غير مستوية عزيزي الطالب فيقصد بذلك أي أنها لا تقع في مستوى واحد وعلى الأقل هناك طبعا كما هو واضح لدي بالشكل أنه لدي أربع مستويات مختلفة مثلا المستوى الأول دي بي سي المستوى الثاني دي اي سي المستوى الثالث اي دي بي والمستوى الرابع بي سي اي إذن لاحظ معي عزيزي الطالب هذه النقاط اي وبي وسي ودي بأجمعها لا تقع في مستوى واحد لذلك قلنا من الأول أن الفضاء على الأقل يحوي أربع نقاط غير مستوية لنأخذ مثال عزيزي الطالب انظر معي إلى هذا المثال أثبت أن أضلاع أي شبه منحرف تقع جميعها في مستوى واحد طبعا هناك في كل سؤال عزيزي الطالب معطيات لننظر وننتبه إلى المعطيات أول معطى A, B, C, D شبه منحرف في القطع المستقيمة A, B توازي القطع المستقيمة D, C هناك مطلوب ما هو المطلوب المطلوب هو إثبات أن A, B القطع المستقيمة A, B والقطع المستقيمة B, C والقطع المستقيمة C, D والقطع المستقيمة D, A تقع جميعها في مستوى واحد نحن قبل أن نقوم بحل هذا النوع من أنواع التمارين يجب علينا أن ننتبه بما أن المطلوب أننا نحدد أو نثبت أنها تقع في مستوى واحد إذن يجب علينا أولا أن نجد هذا المستوى ونبحث عن أين هذا المستوى الذي من الممكن أن تقع عليه هذه المستقيمات إذن دائما نفكر في السؤال قبل الإجابة نلاحظ بما أن المستقيمان دي سي والمستقيم اي بي يعينا مستويا وحيدا وليكن باي إذن النقطتان A و D تنتميان إلى المستوى باي ونحن نعلم كما سبق وأن ذكرنا أن النقطة دائما نعوض أو نقطة نعبر عنها نقول أن النقطة A تنتمي لمستقيم لكن انظر معي عزيزي الطالب هنا أن المستقيم A و D محتوى في باي إذن فهناك فرق ما بين محتوى وينتمي إذن النقطتان C و D تنتميان إلى المستوى باي إذن المستقيم بي سي محتوى في باي إذن القطع المستقيم D A و C D و B C و A B تقع جميعها في مستوى واحد لنكمل ما هي أوضاع المستقيمات في الفضاء يقال لمستقيمين مختلفين بالفضاء إنهما متقاطعان إذا وقع في مستوى واحد وكان بينهما نقطة واحدة مشتركة انظر معي عزيزي الطالب إلى هذا الشكل هناك مستقيم لام ومستقيم ميم متقاطعان وبينهما نقطة واحدة وهي النقطة A إذن نستطيع أن نقول إنهما متقاطعان وهما يقعان في مستوى واحد إذن المستقيم لام تقاطع المستقيم ميم يساوي النقطة ألف إذن عزيزي الطالب المستقيم ألف تقاطع المستقيم M يساوي النقطة A هناك أيضا عزيزي الطالب أوضاع مختلفة لمستقيمين في الفضاء يقال لمستقيمين مختلفين بالفضاء أنهما متوازيان إذا وقع في مستوى واحد وكان غير متقاطعين كما هو ظاهر لديك بالشكل عزيزي الطالب نلاحظ المستوى باء ها المستوى باي عفوا هناك مستقيم أل ومستقيم أم لاحظ معي المستقيم أل محتوى في باي والمستقيم أم أيضا محتوى في باي لكن المستقيم أل تقاطع المستقيم أم يساوي فاي أي لا يتقاطعان إذن المستقيم لام يوازي المستقيم أم أيضا يقال لمستقيمين مختلفين بالفضاء أنهما متخالفان إذا كان لا يحويهما مستوى واحد كما هو ظاهرا لديه من خلال الشكل المستقيم أل محتوى في باي والمستقيم أم غير محتوى في باي إذن المستقيم أل تقاطع المستقيم أم يساوي فاي إن معرفة عدد النقاط المشتركة بين مستقيم ومستوى تسمح بمعرفة أوضاعهما وهي كالآتي أولا انتبه معي إلى الشكل الموجود لدينا صفر نقطة مشتركة إذن المستقيم موازي للمستوى في هذه الحالة يكون البعد بينهما ثابت المستقيم أل تقاطع باي يساوي فاي إذن هذا يؤدي إلى أن المستقيم أل يوازي باي هناك نقطة مشتركة واحدة عندما يكون المستقيم يقطع المستوى فكما هو ظاهرا لدي المستقيم أل تقاطع باي يساوي النقطة A هناك أيضا نقطتان مختلفتان مشتركتان على الأقل المستقيم يقع بأكمله أي بتمامه في المستوى المستقيم AB تقاطع باي يساوي المستقيم AB يعني المستقيم يوازي المستوى والمستقيم AB محتوى في باي إذن المستقيم AB يوازي باي إذن عزيز الطالب من الأمور المهمة جدا التي يجب أن نعلمها أن حتى يتم التأكد مئة بالمئة بأن المستقيم يقع بكامله يعني بتمامه في المستوى كما هو ظاهر لدي يجب أن المستقيم AB تقاطعه نساوي المستقيم AB وAB تكون محتوى إذن نجد أن المستقيم AB يوازي باي هذه نقاط جدا مهمة يجب علينا التركيز عليها لنأخذ هذا المثال عزيز الطالب إذا كان ABCD هرم ثلاثي القاعدة النقطة E تنتمي إلى المستقيم AB والنقطة F تنتمي إلى المستقيم AD وطبعا معطى لي أيضا أن المستقيم EF لا يوازي المستقيم BD المطلوب عزيز الطالب هو الآتي أن المستقيم EF محتوى في المستوى ABD والمطلب الثاني بأن عزيزي الطالب المستقيم EF يقطع المستوى ACD إذن هناك معطيات يجب علينا دائما أن نستفيد من معطيات السؤال حتى نستطيع أن نصل عزيزي الطالب إلى ما هو المطلوب ونستطيع بعد ذلك أن نثبت طريقة الحل الموجودة لديه لا تنسى عزيزي الطالب أن تستفيد من المعطيات الموجودة بالسؤال فعلى سبيل المثال نلاحظ الآتي المعطيات كما هي مذكورة أن ABCD هرب ثلاثي القاعدة والنقطة A تنتمي إلى القطع المستقيم AB والنقطة F تنتمي إلى القطع المستقيم AD وأيضا معطى لدي أن المستقيم EF لا يوازي المستقيم BD لنبدأ في الجزء الأول المطلوب وهو عزيزي الطالب أن المستقيم EF محتوى في المستوى ABD انتبه معي عزيزي الطالب نحن نعلم أن هنا إذن سنبحث عن علاقة مستقيم في مستوى وسبق وانأخذنا بمجموعة من المسلمات كيفية التعامل مع هذا النوع من التماري لنبدأ دائما انتبه معي بما أن E وانتبه E عبارة عن نقطة إذن E تنتمي هنا إلى القطع المستقيم AB وAB كقطعة مستقيمة محتوى في المستوى ABD إذن E تنتمي أيضا كنقطة إلى المستوى ABD وبما أن F تنتمي إلى القطع المستقيم AD وAD محتوى في المستوى ABD إذن F تنتمي أيضا إلى المستوى ABD إذن النقطتان E وF تنتميان إلى المستوى ABD وبذلك عزيزي الطالب إذن المستقيم EF محتوى في المستوى ABD إذن ما بحثنا عنه أننا أثبتنا أن النقطة E تنتمي للمستوى وكذلك أيضا النقطة الثانية التي هي المطلوب إثباتها F تنتمي إلى المستوى فبالتالي بعد ذلك استطعنا إثبات أن المستقيم EF ينتمي لهذا المحتوى في هذا المستوى لننتقل إلى الجزء الثاني وهو إثبات أن المستقيم EF يقطع المستوى ACD بنفس الآلية عزيزي الطالب وبنفس طريقة التفكير بما أن F تنتمي إلى القطع المستقيم AD وAD محتوى في المستوى ACD إذن الـ F كما هو ظاهرا لدي بالشكل تنتمي إلى النقطة أي إلى المستوى ACD وبما أن E لا ينتمي لاحظ معي E واضح جدا من خلال الشكل بأنه لا ينتمي إلى المستوى ACD إذن هذه رقم 2 إذن رقم 3 طبعا بما أن E والF نقطتان مختلفتان إذن تحددان مستقيم وحيد وهو المستقيم EF إذن من 1 و2 و3 ينتج لدي أن المستقيم EF يشترك مع المستوى ACD في نقطة واحدة يشترك إذن معناها أنه يقطع عزيزي الطالب في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم ولنا لقاء في دروس أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة